محاجب محاجب حرين سخنين ماذا يا حنين؟ يجب صح حاجب ليس مجنينة ماذا تقول للماماك؟ يجب صحة ماما يجب صحة ماما السلام عليكم معكم الشاف صلاح البتني اليوم ان شاء الله سنحضروا محاجب و مليش اننا راح نخدم راح نخدم مختي الكبيرة وش نديرو اللي هنا؟ بالنسبة المقادير للعجينة نديرو الدقيق الملح يجب عائل لذلك الملح و يكون دقيق و لا يصلح نديرو متى من الملح يجب فيها العلق نضيف ثلاث ملح فارين يجب ان يكون دقيق نقص نضيف الفارين و يجب العلق اضعوا الوجب نتعطل السيئة نتعطل السيئة سنعطل السيئة كيف تعطل السيئة نجد السيئة دعون سيجنو لديه مسيئة لقد تبني العلق و أخرج من الماء نظيفه كيف يكون العجيل و أكثر من العجيل و أبدو أن تفعلها و إذا يكون الماء ثم يأتي مليح نزيد الماء و أخرج نضيف الماء بقرارنا و تحصل على القوام التي تريد أن تحصل على القوام سنعرف سوف نضيف الملح على الأخير نضيف الملح سوف نعجنه ثاني لكن لماذا نضع الملح في الأخير سوف يأتي الخيط قبل هذه هي ضكة سوف نعجنه ثم سوف نعجنه بعد ما عجلنا نضع اللوز بسم الله سوف نرى العجين سوف نعجنه بعد ما نعجنه سوف نعجنه نعجنه ما أردت فيه بصلة الثوم طماطم الحب فلفل حار وشحمة وكما أردت وكما أردت لأنه يستطيع القدرة وكما أردت بصلة لأنها تشعر وكما أردت كما أردت كما أردت كما أردت كما أردت كما أردت بسم الله وكما أردت أردت كما أردت كما أردت بسم الله كيف فهميني فلفل الحمر دوبة الحمر مملئة فلفل الحمر و بعد ذلك نضع لها قليل زيت و نضعها نضعها على النار كيف حالكك الطيب؟ طيب طيب خلاص الوقت للطيب نضعها على النار نضع لها قليل زيت لا تضع زيت بالنسبة للزيت لا تضع زيت لا تضع نضع الزيت بطبيعة الهل يحب الحر بل زيت الهريسة اللي لا يحبه و لا يحبه و لا يحبه و هناك محجوبات جيدة و في الاخير نضيفه مغرفة عطماط الباب سوف نضيفها و نضيفها و نبال ان شاء الله نتلقى و نرتاح من العجينة و نضيفه بعد أن نضيفه نضيفه طريقة التعليه و نضيفه و كيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه و morally ثم نضيف الحبات النيين مع اليابسين و نحشيهم سوف نرى الطريقة نكمل وضكها نضيفها نضيفها في كيس و نكمل و نضيفها كما قلت لكم كمية نضيفه تلك الحجب قليلا نضيفه 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 نضيف الحشو ثم نغلقها ثم نغلقها نغلقها الغافة ثم نضيف المنزل ثم نضيف المنزل الغافة وضع هذا في الترجين وهذا الطريق عليه يجب ان تضع لداخل عجين هذا ينزيد معك محبة أخرى نجيبه العجينة تكون طيبة نسطيب ونطويبها على شكل مربع نعرف داخل عجينة تكون ملوك نعرف ما نعرف على هذا القطع صافرة أو الهوة المترجم نے يتنبج نتعرف عجينة تظيب مره على مره ملتقل فتحنا العجين نغلقه منعت لكم الطريقة تعلوم لها لا يهم لديك الطعوم لأن العجين فتحتوه نكمل بنفس الطريقة ونحصلنا على محاجب محاجب حرين سخونين كيف تقول للمماك؟ أعطيك صحة ماما شوفوا الهناك فش أجد ماشاء الله كيف ترى الهباء اللي هنا كما قم تشوفوا وصلنا النهاية هذا الفيديو شوفوا المحاجبات كفاش جو جو ماشاء الله ننتمنوني نعلو إعجابكم إذا المحاجبات نرى محاضرين معنا شوفوا كفاش جو ماشاء الله نقسمهم لكم جو مورقين لداخل والحشوة رائعة إذن هذه هو كل حبة كما أختها هذه هي الوصفة عنها اللي نتمنتنا لإعجابكم وتجربوها إذا عجبتكم الفيديو تنهار اليوم عليكم إلا تكثر ولي من اللي جاء متكومنتي ولي اسفل الفيديو وإذا عجبتكم القناتي مع عليكم إلا تدروا اشتراك ولا أبني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد نتاعي ما بقال ينقلكم شاهدكم بالصحة نخليوا الكلمة للأختي ماذا ستقول لكم أخواتي اللي ما نعرفه مش خواتي في الإسلام نتمنى تعجبوكم بحاجة بتاعي وادعيو لي معكم يفرج علي يا ربي بدع هيا تهلا وفر واحكم وسلام